بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى التي يشوف هذه الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. سنشكر المتابعين لقدام مجداد والناس للتحقوب هذه القناة إن شاء الله. يا رب تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح رب يحفظكم وينجيكم يا رب. عواش لكم بروكا. ادخل عليكم شهر شعبان بالخير والبركات وكل ما تتمنتو كل حاجة تمنتوها يربي يحققها لكم إن شاء الله هاد الوصفة غادي نحطوه ملحة شعبان. ملحة ديال شعبان. اللي غادي تقهر أي عارض وغادي تقهر العوارض وغادي تقهر توقيف الحال وغادي تقهر أي حاجة عندك في المنزل مأترع لك ولا في حياتك ولا في كل حاجة. البنت اللي معطلة عن الزواج البنت اللي عندها ركود في الزواج البنت اللي عندها عندها مشاكل الطرابات دائما دائما عندهم في هات شهر شعبان بالضبط عندهم مشاكل. عدنا وصفة شعبية عدنا وصفة إن شاء الله غادي تديروها. وصفة جدودنا. وصفة جديدة. معمره حطيتها لأنها وصفة قديمة ولكن وصفة رائعة. إذن وصفة ملحة شعبان شهر شعبان. مهم ملحة شعبان لأن النساء دي الزمان تديروها وتيديروها البنات بخصوصا البنات المعطلين على الدراسة على الزواج على العمل العوارد اللي تتكون عند البنت أو عند الولد اللي قرأتها وفي الأخر ما جابش الله تيصير جالس في البيت كأنه عندوش حتى حاجة لأن تعطلوا عندو الحوال تعطلوا عليه الأحوال لأن تيكون عندو عوارد عوارد العين لولدي لقرأ تتضربو العين البنت لكنت زوينة تتضربها العين والحسد أو السحر اللي تيكون السحر اللي تيكون مرشوش تيتخطىها الإنسان بدون معرف أو إنسان عندو عوارد قديمة أو جديدة الله اللي علم بكل واحد ولكن عندنا تعطل الأحوال ولكن هذه الملحة دي الشعبان خطيرة جدا الناس دي الزمان كانوا عندهم غير النية ما تعلموا التحاجة ولكن تعلموا النية يكونوا يديروا واحد الحاجة بالصفة والنية كانوا زمان تيديروا الملحة ياخدوا واحد الملحة اللي ما عمروا كلوا منها إما الملحة الصخرية وإما الملحة الطعام تكون صاشية بقما بدياش تكون صاشية لا شريتها وعندك ولو تكون عندك في المنزل دائما إحنا في أول شهر تناخدوا واحد كمية دي الملحة وتتبقى موجودة في المنزل وقت ما احتاجت الملحة لأنها رخيصة تناخدوا منها بزاف ولكن استعمالات ديالها كتير تتستهلك بزاف الملحة إذا كانت مريضة تتعومي بها كنت عندك عندك وحد الحويج في المنزل عندك طاقة سلبية تترشيها في الزواية البيت أو عندك طاقة العين تتبخري بها لأن الملحة عندها استعمالات كثيرة ولكن الناس ما تعرفوش يخدموا بالملحة على طريقتها إذن عدنا ملحة شعبان رائعة وأكتر من رائعة حاولوا غير أنكم تاخدوا صاشية مع مرك وما كليتوا منها بقى جديدة وغادي إن شاء الله غادي نخدموا بها بها الطريقة البنت إذا كانت بغى تزوج البنت اللي بغى الزواج غادي تاخد واحد صاشية ديال الملحة ولكن أتخدم بها في الليل تكون على وضوء تكون على صدى تكون على استغفار والتسبيح لأنها بغى تتحيد واحد طاقة سلبية عندها في الجسد وهي تتدوزها على الجسد ديالها ولكن غادي تمنى وتحيد تحيد وتتمنى تحيد وتتمنى تبطل وفي نفس الوقت تدير قبولها لأن هذه الملحة غادي نقول لكم مش غادي تديروا بها إن شاء الله البنت اللي عندها ركود في الزواج غادي إن شاء الله تحط هذه الملحة أمام القبلة أمام القبلة وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي تصلي ركعتين استخارة الأمر لأن أي حاجة تديري فيها استخارة ربي تكمل فيها وغادي تصلي على الحبيب وتستغفري استغفار لي تستغفري أي استغفار ولكن الصيغة اللي غادي تصلي على سيد الخلق بأي صيغة بغيزي ولكن هذا غادي ياخد طاقة الثلاث البنت اللي عندها العادة الشهرية في أي وقت شعبان غادي تديرها ولو يدخل احترى مدن غادي تقدري تديرها غادي ناخد هادي الملحة أمام القبل وغادي بعد من سالي وغادي نكون نكون جالسة هكا وغادي ناخد هادي الملحة غادي ناخد يدي لمن غادي نحكها على إدية نحاول أنني نعري إدية مزيان ولكن غادي نقاء نقول يا مسهل سهل يا مدبر دبر يا مسهل سهل وأنا تنحك حلقة بعد غادي نقولها ثلاث مرات يا مسهل سهل من هنا احتر المرفق من هنا احتر المرفق إذن يا مسهل سهل يا مسهل سهل يا مدبر دبر وأنا تنحك في هذه الملحة والملحة تطيح في شيء زيف باش ما تطيحش في الأرض وغادي إن شاء الله نقرأ الفاتحة على الدية لمنها سبع مرات وعلى الإصراء سبع مرات غادي ناخد شيء قليل من الملحة ونحكها على الصدر ديالي وناخد شيء قليل ونحكها على الكتفين ديالي وأنا تنقول يا مسهد سهل يا مدبر دبر يا مسهد سهل يا مدبر دبر يريد تكوني في الغرفة وتحكي هذه الملحة وانتي الملابس خفيفة باش الملحة لطيح في هذا المنديل وتجمعيه لأنك غادي نقول لك أشنو غادي ديري باش تحرقي التوابع إذن غادي تحكي ديك ورجليك والوجه ديالك ها تقرأي هنا سبع مرات الفاتحة وانتي تتحكي وتتقرأي الفاتحة فاتحة الكتاب حالك هاك الفاتحة هنا سبعة وهنا سبعة رجليك ليمنى سبعة ولسراء سبعة غادي ان شاء الله تقرأي يا مسهل سهل يا مدبر دبر سهل يا أموري أي حاجة مني تياه مليار بتسهل لي وتقرأي الفاتحة بصوت مسموع مسموع ديالك كامل على الصدر على البطن على الرجلين على اليدين صورة الفاتحة بعد من تكملي هاد الملحة غادي تجمعيها إذن غادي تجمعي هاد الملحة وانتي يقولي يا مسهل سهل يا مدبر دبر بحقي صورة الفاتحة أن تفتح لي أمري هذا زواج عامل دراسة أي حاجة وغادي تجمعي هاد الملحة هاد الملحة غادي تبيتها حدا راسك حدا راسك ولكن غادي الصباح رباح غادي تديرها في واحد المقلات وغادي إن شاء الله تحرقي يا التوابع اللي كانت في الجسد ديالك وغادي تأخذي كأس الماء وتقرأي عليه الفاتحة مرة وحيدة وتقرأي عليه إن فتحنا لك فتحا مبينة إن فتحنا لك فتحا مبينة ثلاث مرات وغادي تطفي هادك الملحة لحمرتها في مقلات وخلي هادك البخور هادك البخور هادك البخور ديال الملحة يطلع معاك وجمعي هادك الماء ولحيه في مكان عاجب إذن المرأة اللي عندها قلة المال آآ غادي تأخذ قليل من الملحة أو صاشية كبيرة وغادي ترشها في زواية البيت تبقى في أول شعبان إلى آخر شعبان غادي تأخذ هاكا كل زاوية تلح فيها شوية كل زاوية تلح فيها شوية وهي تتقرأ صورة الفاتحة اللهم افتح لنا بحقي صورة الفاتحة انت افتح لنا أمورنا في الرزق في العمل في الدراسة في أي حاجة في أولادي الولد يديرها الطريقة دي الملحة والبنت يديرها أما المرأة للرزق تقرأ أي حاجة يفتاح يرزق ويتتلح في زواية في زواية البيت كل الغرف تلح شيء قليل من أول شعبان إلى آخر شعبان الملحة ما تلقى واش كينا غادي تدوب لأنه غادي تلحه غير شوية باش تحيد لكم طاقة الحسد والعين والتابعة وتحيد لكم وقع التوابع اللي عندكم في البيت إذن أحبابي تنتمنى لكم أنكم تدروها وتتبعوا الخطوات اللي أعطيتكم أما البنت اللي معطلة إما على الزواج وإما على العمل وإما على أي حاجة غادي تدوز على رجلها ويديها ويتتقرأ وتجمع عليك الملحة وغادي تبخر بها في مقلات وتطفيها عليها وتلوح عليك الماء والملح في مكان عاشب في مكان عاشب بغي يكون عندها فتح مبين وتركز على إن فتحنا لك فتحا مبين اللهم فتح لي جميع الأمور بحقي محمد وآل محمد أن تفتح لي أموري كلها أما الأم تدر الملحة بنية نجح ولادها بأي حاجة بغايت في حياتها في هذا الملحة ديال شعبان إذن حبابي إلى عجباتكم الصيغة تخلوا لي لايك وتدعموا القناة وتعلموا الجرس وتأبنوا بحق محمد وآل محمد